تقول أنا أم لبنتين ربيت بناتي على الحشمة والعفاف منذ الصغر حتى في المناسبات دائما ألبسهم ثياب أكمام و شعر مغطى بأي مناسبة زوجت إحدهن بالحجاب مع العلم بين النساء لا يوجد خلط عندنا الناس يقولون عني متخلفة و متشددة في الدين هل أنا على غلط و هل التعري بكل أنواعه جائز في الحفلات أختي مخطاب بارك الله فيك و رضي الله عنك و كثر الله مثالك إذا كان والله التخلف في الحشمة والعفاف أهلا وسهلا بالتخلف إذا كان التخلف الآن بالحشمة والعفاف و بالحجاب أهلا وسهلا بالتخلف سبحان الله العظيم أصبح المعروف منكرا و المنكر معروف أم خطاب ربي بناتها على الحشمة و العفاف و لابسات ما شاء الله اللهم بارك لبس محتشم و زوجت وحده الناس تقول يعيرونني يقولون هذا تخلف يريدون منهم مخطاب أن يتعرّي بناتهم نسأل الله العافية والسلام اختي الفاضلة أثبتي على ما أنت عليه والله لو الناس كلهم عروا بناتهم إلا أنت أثبتي على ما أنت عليه فالنبي ﷺ أخبر أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر وأنه في آخر الزمان يصبح المعروف منكر و المنكر معروف و أبشرك الناس في خير و لله الحمد الناس في خير أغلب الناس وله الحمد حشمة و عفاف و حجاب و حرص وجود حالات شاذة ما يمكن أن تعمم على المجتمع وجود حالات نادرة ما يمكن أن يقال والله الناس كلها هكذا ثبتي على ما أنت عليه بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يرزقك بركة هذه التربية الطيبة لبناتك و كثر الله أمثالك